أفادت الشرطة التركية بأنها لم تعثر على أدلة تشير لأي تهديد ملموس على الأجانب بعد اعتقال 15 شخصا بتهم انتمائهم إلى داعش قالت مصادر في شرطة إسطنبول أن المجموعة التي تم اعتقالها كانت تخطط لشن هجمات على قنصليتين السويد وهولندا وكنائس ومعابد يهودية كانت عدة دول أوروبية أغلقت قنصلياتها في إسطنبول الأسبوع الماضي وعزت ذلك إلى أسباب أمنية شكرا